في حاجة كويسة في حاجة مضيئة ممكن جميل إسماعيل تستنيها في المستقبل كل اللي كنا بنخطط له كريم كانت مواقف مضيئة يعني كنا بدأنا بقطاع النشئين وجي عرض لشراء اللاعب بشار أشرف عدت مع رئيس مجلس إدارة الشركة واتفقت معا أن احنا نعمل زي أو توقمة أو تعاون يسبونسر قطاع النشئين وياخد ما يشاء يصفره بره عظيم هو يسافر بره يصفر كريم بره شيء حياخد فرصة طبعا يعني هو من الجهل أنه أنت متعملش كده صحيح وكده كده هتبشع بصفر كريم مظلوط هو عنده الـ opportunities أنه يعمله كده صحيح وعنده القدرة أنه يعمل لك كده صحيح فأنت هتفاصيلتيت على نفسك كنادي إسماعيل أن كريم يطلع وشيح يخش مكانه وهتاخد فلوس من كريم وشيح هياخد مكانه صحيح كنا اتفقنا مع بعض الأندية على اعارض بعض اللاعبين زي محمد مغدادي نادي رويل الإماراتي اتفقنا على إعارض بعض اللاعبين من عنده وكنا هناخد منه بعض اللعيبة يعني اتفقنا مع العمر هنيدي الباكرايت كان من اختياراتنا برضو من اللعيبة اللي كنا بنفكر فيها لأن احنا كنا عاملين كاتجري A و B و C كنت هتستنى تاخد اللعيبة البروميسينج احنا مضينا أحسن عشر لعيبة في الدرجة التانية وكنت هتجيب عشر لعيبة من الدوري الممتاز اللي هم ما بياخدوش فرص بسلعيبة كويسة انت عارف ان هم لعيبة كويسة صحيح بصباب برامز ما بلعبش في فاركو ما بلعبش في البنك الاهلي ما بلعبش في السيناميكا ما بلعبش وهناك بعض الصفقات التبادلية اللي كنت هتطلع بيها ببعض اللعيبة المتميزة كنت هتجيب خمس أجانب على حسب القدرة المالية بتاعتك وخمس لعيبة من الدوري العام مميزين في المناطق اللي نادل اسماعيلي محتاجها ولا غبار عليها زي رقم تسعة انت محتاج اتنين رقم تسعة مصريين وتسعة أجنبي غير انك تجيب أربع أجنحة المنطقة اللي قدام دي عندنا لان المنطقة اللي قدام دي كلها تبشي انت بتغير فرقة كاملة صحيح والشامي ماشي ومدبولي ماشي وعبد الرحمن ماشي وفي رص عمل أزمة ومشي انت معايا طبع فكان عاملين توقامة هنطلع مجموعة من اللعيبة اللي هي خلاص قاربت على اللي هي تمشي من النادي لان سنناها خلاص لا يسمح يايد ميل عبد الرجاول يايد ما يمشي كنا هنطلعهم معايا مثلا عند بغدادي فريال او مع اخرين في البرتغال كنت منتفق مع روي جوميتش وفي بلغاريا كنت منتفق مع جاكسون وفي رومانيا كنت منتفق مع إليا كنت منتفق مع بعض الناس كنت هطلع بتاع 30 لعيب يسافروا وطلعوا إعراض ويرجعوا لي وكنا هنسبونسر قطاع اللاشير عن طريقها زي الشركة تأسس الأساس مع انك تعمل فرقة تبقى من السادس للعاشر ضربت معاك خير وبركة مدير فني محترم يشتغل على المعطيات اللي موجودة مفيش لعيب هيجي لك يقولك عايز فلوس كله حولنا النادي رقمي جبنا شركة عملنا النادي تحول رقمي كامل ويروح ياخد فلوس بالفيزا عنده استقطاعات واستقطع من المنبع حيلا طيب النادي الإسماعيلي الموسم اللي جاي يعني هو الإسماعيلي خلاص قرب على البقاء في الدولة وخلاص والأمور مستقرة بنسبة كبيرة الموسم اللي جاي صعبان عليك كلمة قرب على البقاء دي تعرف حمزة الجمال جاي بيعمل معي العقد واللي هو أبو بكر الراجل نطيف والمشارطة الراجل طيب فحمزة عاوز يحط مبلغ مكافأة على البقاء روح تبقطع العقد قطعت يا حمزة أخوي قطعت العقد وانتقول أنا مش ماضي بقاء مين يا حمزة وانا جايبك عشان تقعد وإحنا كان بونت حمزة ماسك وإحنا اتنشر بونت وانتقول رو بقاء يا حمزة الاسماعيلي يلعب على الملاكز الأولى آآ قلتنا يا حمزة أنا تديك انت هجيب ربيعين بونت آآ قال لي طب معلش خليه بتسعة وتلاتين قلتنا ماشي تسعة وتلاتين طبعا ما كانش في الحزبة ان يدخل معاك البنك والسيراميكا وانك توصل لان اللي هيقعد يجيب ستة وتلاتين صح وكانش في الحزبة كده آآ لكن الحمزة بيتكلم معايا في مكافأة بقاء طاعة العقد انفقش اللي هو بكر قال لي يا شيحة بيتكلم منطقي والمستشار طهر قال لي انت زعلت ليه ماذا كان اسماعيل حافظي حاسس بيا لما انت ساعب عليك الكلمة مستحيل يا جماعة ده كلام ما ينفعش يتقال صحيح حتى لو احنا القزمة للأسف كان وقع الموسم ده والموسم وقع بسبب من أهمله في استخدام اسمه وسمعة النادي لسماعيل صحيح ومن أساءه وبالمناسبة ده كلهم عايزين يخشوا الانتخابات آآ والله العظيم انت يعني الكشف اللي فات يعني فيه الله يرحمه الأستاذ ماتحد كل الناس اللي كانت موجودة هتدخل ويزيد عليهم ويزيد عليهم طب هتعملوا ايه طب ايه الملائة الملائة بتاعتك طب ايه الفلوس طب انت ناجح في بيتك مش ناجح في شركتك انت ناجح في بيتك أصلا طيب يعني بعيد عندي بس الاسماعيل حيعرف يشتري لعبين الموسم اللي جاي ازاي واللجنة دي موجودة قطعت يداها اه ايديها مغلولة يا فندم لازم تدخل من الوزيع يعني انا اصد الاندية دلوقتي اشتغلت على لعيبة واللي ضمه واللي مضى احنا كنا شغالين برضو اه كنت شغال اه وفي ناس واقدة فلوس مني مضيت مضي مع لعيبة مضي مع لعيبة طبعا مين لا ما نفعش اقول لأسامي اه نفعش اقول لأسامي لعيبة خلص عقده مش لازم لعيبة يعني عشان بس لعيبة بتلعبه فيه دوري مش هنقول يعني مضينا مضينا في حوالي 15 او 16 لعيب موقعين 15 او 16 لعيب اه ما بين دوري ممتاز و فيه خمس لعيبة من دوري الممتاز و 11 لعيب اه من الدرجة دول كم واحد منهم هنشوفهم عن الاسماعيلي الموسم اللي جاي من 15 او 16 او 16 او 1 لو انا كملت اه هجيب عليهم الباقي هجيب 30 لعيب جديد 30 لعيب جديد 30 لعيب يا بشو لو انا كملت لو اللي جي كمل يعني هسعده اتمنى انه يكمل يعمل احسن من اللي انا عملته عارف نفس اللقاء اللي جاي معاك يبقى لقاء حل اللقاء فيه كده الاسماعيلي وهو ينافس في الدولي والله العظيم كده هيحصل وتقول لي وتقول لي الاسماعيلي في البطولة الافريقية السنة الجاي هيعمل كذا وكذا اوعى تفتكر الموضوع صعب والله العظيم من رحم الازمات تخلق الامجاد والنادي الاسماعيلي عنده القاعدة طولت شوية لأ عشان مفيش حد بيجي بيحب الاسماعيلي هو اللي جاي بيحب نفسه لو تعالف شركته كده قوله شغل كريم بعشر تلاف جنيه هيدخلك على الـ وهيدخلك على والإدارات كلها وهيتعاقب عليك تمانين واحد يسألوك العشر تلاف دولار هتكسب لي بيهم كام لكن هو بياخد قرار في ترى ده بقولك ايه المجلس اللي فات زود الموظفين هم غلابة وعلى رأسنا من فوق وبالمناسبة الموظفين في أحدنا قبضناهم قبل رمضان بعشر تيام وقبل العيد بعشر تيام يعني في شهرين قبض ثلاث شهور أنا ما عنديش أسما دول أهلين وعلى رأسي بس قدرة النادي الاسماعيلي المالية لا تسع ما فعلته زود الموظفين كلهم حوالي 40% والخمسين في المية يعني انت فاهم مفيش طب أفتح النادي الاجتماعي وزودهم يشتغل ويفيدني وزودهم في شركته يعمل كده لا طبا مسلحين أنا بس طالب من الناس اللي هتدخل حضرتك قبل ما تدخل خليك صادق مع نفسك انت قادر على حل هذه المشكلات أنا محمد شيحة هو بابا الشغلانة لوحدي غير قادر لابد من موجود ملأة ملأة جنبي مش هقدر ولا أنا ولا رشدي أبازة الشغلانة موضوع صعب وبعدين الأطراف يا كريم مش كريم مصري فهنضغط عليه ده طرف أجنبي مش هيشوفك تاني وكلهم لعيبة سنهم كبير يعني النبريسي ده هيحل معك ليه دي يجو ده هيحل معك ليه احنا حاولنا نعمل الاستقنافات عشان ناخد مدة للمفاوضات صحيح لكن هو الولد عنده حكم وللأسف الإسماعيلي دايما ما بيسألش يعني يسيب اللعيب يعمل وكذا وكذا يعني احنا في موضوع فراس حاولنا وجرينا نحل الأزمة السرعة عبل ما تتراكم بس ما نفقش مشينا لا كنا خلصنا والوادي اتفق واعدنا واتفقنا والتزمنا في وجود وكيله مشيت الموضوع بس تاني مشيت قال لي خلاص قال لنا مش ضامن لما اتمم الاتفاقنا بقى نشوف